اشتركوا في القناة اتصال بي واخبرني بانه يحترم قراري وهو وانصاري متفاهما والان الى التفاصيل ولكن من قبل باش تكون اول واحد كتتوصل بجديد الاخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر اعجاب واشتراك وتفعيل الجرس الرجراجي اقنعني اداء حاكمي في مباراة اليوم عكس ما قدمه امام الكوديفور وانا اتق فيه دائما دفع وليد رجراجي مدرب المنتخب المغربي على لاعبه اشرف حاكمي مبرزا انه قدم اداء جيدا في اللقاء الذي جمع اسود الاطلس بالمنتخب الليبيري لحساب مؤجل الجولة الاخيرة من تصفية كأس امام افريقية الكوديفورا 2023 وقال رجراجي في ندوة الصعوف التي اعقبت المقابلة حاكمي ظهر بمستوى جيد طيلة المباراة وبفضله سجلنا هدف الاول بعدما مرر الكرة لحارت ووصل حاكمي كان حريصا في مركزه ولم يتمكن اللاعب الخصم من تخطيها لا اعرف ماذا تنتظرون اكثر من هذا نعم لا قد ضيع بعض الكرة وهذا راجع لضعف التركيز في بعض الاحيان كما يقع للعديد من اللاعبين واكد الناخب الوطني في حديث قائلا وعلى العكس اشرف حكيمي لم يقنعني اداؤه في المباراة الماضية امام الكوديفورا عكس ما حدث اليوم وانا اتق فيه دائما فهو لاعب يحب قميس المنتخب المغربي كثيرا وكان المنتخب المغربي قد تغلب مساء التلتاء على نظره الليبيري بتلتية نظيفة في اللقاء الذي جمع الطرفين على ارضية ملعب اغادير عاجل وليد رجراجي يخرج بتصريح المفاجئ على المغربي الصغير العزوزي بعد ادائه العالمي ابدا الناخب الوطني وليد رجراجي سعادته بمشاركة لاعبه اسام العزوزي للمرة الاولى رفقة المنتخب الاولى في المباراة التي فاز بها اسود الاطلس امام ليبيريا بتلتية سفر لحساب مؤجل الجولة الاخيرة من تصفية كأس امام افريقيا الكوديفورا 2023 وقال رجراجي في ندوة الصعفية التي اعقبت المباراة ان اليوم سعيد بدخول العزوزي في مباراة ليبيريا ما كنتش باغين دخلوا ضد الكوديفور حيث كان ماش صعيب باش من حرقوش هو مازال صغير يضيف الناخب الوطني في تصريحها واختتم العزوزي دخل يوم في اجواء افضل بالنسبة لها من اجل ان يظهر امكانياته ونفس الشيء بالنسبة لبيل الخنوس الكعبي يحب بلده ورغم غيابه عن المونديال اتصل بي واخبرني بانه يحترم قراري وهو وانصاره متفاهما اعرب وليد رجراجي مدرب المنتخب المغربي عن اعجابه بما يقدمه المهاجم ايوب الكعبي معتبرا ان هذا الاخير لا طالما كان المستند الاول لمنتخب بلاده قبل الالتحاق بصففه مرة اخرى وقال رجراجي في ندوة الصعفية التي تلت الفوز على ليبيريا الكعبي كان من قبل رفقة نصار وهما يتفهمني مع بعضهما البعض وتابع هناك تنفسية على المراكز وسبق ان قلتها بدأنا بخوطة اربعة ثلاثة اثنين واحد وانهيناها باربعة اربعة اثنين مع يوسف الكعبي ثم معاتي سودالي لرؤية جمع الخيارات هذا هو الوقت المثالي لتجربة جمع الخيارات لانه فيما بعد ستكون لدينا مباراة رسمية وعلينا تجربة بعض الحلول وهذا ما وقع اليوم يوسف يسجل رفقة ايش بيليا الصحيح انه لم يسجل رفقة المنتخب منذ فترة لكن اذا فعل مثل ما قام به بالمونديال من الممكن ان يوقع لنا الاهداف في كأس امم افريقيا وهذا ما نريدها واردف المهم اليوم هو ان لدينا خيارات كثيرة لقد عاد الكعبي الموسم الماضي كانت لديه مشاكل مع فريقه لكنه لم يستسلم ويحب بلده كثيرا بالرغم من انه لم يكن حاضرا في المونديال اتصل بي وقال لي بانه معي ويحترم قراري وهذا ما نريده في هذا المنتخب ان يكون دائما الاحترام وتم حديثها عندما ترى الفريق اليوم بدون زياش وامرابط وبوفل وترى من كان في الاحتياط اضافة الى الاصابات يمكن ان تقول انه لديك مجموعة من الصعب ان تقوم فيها باختيارات لكن هذا ما كنت احلم به في منتخب بلدي ان اجد صعوبة في الاختيار لانه اذا تحقق هذا الامر فهذا يعني ان لدينا مميزات في المنتخب وتغلب المنتخب المغربي ما ساء التلتاء على نظره لبيري بتلتية نظيفة في اللقاء الذي جمعت طرفين على ارضية ملعب اغادير الكبير لحساب مؤجل الجولة الاخيرة من تصفية كان الكوديفوهر 2023 والد انوار الغازي يكشف حقيقة فسخ ماينز عقدام ابنه ويؤكد انه سعد كشف محمد الغازي والد اللاعب الهولندي من اصول مغربية انوار الغازي حقيقة فسخ نادي ماينز الالماني لكرة القدم عقد ابنه مساء التلتاء بالسبب تضامنه مع الشعب الفلسطيني في محنته لما يتعارض له من طرف الجيش الاسرائيلي خلال الفترة الحالية وقال محمد الغازي في تصريح لموقع سبورت النادي اخبر انوار بانه سيفسق عقدها وسيعود الى هولندا الاربعاء ان شاء الله ابن التضامن مع الشعب الفلسطيني كما يتضمن اي عربي او مسلم ومن فيه الانسانية لن يرضى بالظلم واضاف المتحدث نفسه انوار سعيد رغم فسخ عقده سعيد بموقفه الانسانية وقد تفاجأ فعلا بقرار ادارة ناديه لكن الارزاق بيد الله في النهاية هو انسان قلبه طيب وحزن لما يتعارض له اخواننا في فلسطين وقد شاهدنا العديد من اللاعبين تضامنوا في الساعات الاخيرة ووصل اعتقد ان بعض المسؤولين في نادي ماينز هم من اتخذوا هذا القرار لكن كما قلت هو سعيد لان موقفه انساني ونبيل وعن امكانية التحاقه بالمنتخب الوطني المغربي قال والد انوار الغازي بالفعل يريد ان يدافع عن الوان اصود الاطلس لقد تابعت مباراة المغرب وليبريا ودائما نتابع مبارية منتخبنا وان شاء الله يحظى بفرصته ويقدم ملديه لبلده الام واعلن نادي ماينز الالماني لكرة القدم فرض عقوبة قاسية على الهولندي ذو الاصول المغربية انوار الغازي بشكل رسمي بعد التضامنه مع القصف الاسرائيلي الذي تعرض له الشعب الفلسطيني واكد ماينز في بلاغ نشر عبر موقعها الرسمية ان ادارة النادي قررت ايقاف انوار الغازي من المشاركة في مباريات وتدريبات الفريق وذلك بسبب المنشور الذي نشره عبر حزبها الرسمي على موقع التواصل الاجتماع انستجرام لدعم فلسطين واشر النادي الالماني ان الغازي حدف المنشور الذي نشره لدعم فلسطين مؤكدا ان ادارة الفريق طلبت من جميع اللاعبين عدم التدخل والتعبير عن رأيهم في القصف الاسرائيلي على غزة قام العديد من الاشخاص بالوقف الى جانب الدولي المغربي نصير مزراوي مدافع نادي باير ميونيخ حيث وجه سهم النقد اللادح نحو ذلك السياسي الالماني المعتوه والعنصري والحقود الذي طلب ادارة الفريق البافاري بطرد مزراوي ليس من الفريق فحس بل من المانيا لمجرد ان اللاعب عبر عن رأيه بطريقة انسانية حيث قال في منشوره انه ضد قتل الابرياء وطلب بعض المدافعين عن مزراوي السياسي الالماني بضرورة احترام الرأي الاخرين ويلزم حده لانه باسلوبه العنصري سيجعل بلده في موقف حرج بينما ادارة باير ميونيخ لم تعلق على ما قاله هذا السياسي وتنتظر عودة مزراوي لمناقشة الموضوع معها